اهلا فيكم حبايبي برج الدلو في قناتي رح تجوب شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الدلو ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او بتنطبق عليك القراءة طبعا عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة او مقطع معين او جزء معين انت تحس انه فادك او تحس انه بينطبق عليك فانت خد من القراءة فقط الشي اللي بيفيدك والشي اللي ممكن تستفيد منه بينطبق عليك وترك الباقي رح نبلش بطاقتك انت بعدها رح نشوف طاقة الشريك والحبيب خطواتكم في المستقبل وايضا مصير العلاقة او شو ممكن رح يصير بينكم في المستقبل بدنا نسحب فقط كروت توضيحية بعدها رح نبلش بالقراءة طيب نبلش بقراءتك اول او بطاقتك اول انت يا برج الدلو انت عم تركز حاليا عم شوفك مركز حاليا بكيف تشافي حالك او كيف تداوي حالك وممكن تكون كتوم ببعض المشاعر اللي عم تحس فيها وشوي دفاعي عم تشوف قلبك مكسور مشان هيك عم تحاول انك تتشافى او تداوي فيه اشي جارحك بشأن شخص معين او بينك وبين الحبيب فيه اشي مسبب لك نوع من الحزن واللي انت عم تحاول انك تتشافى داخليا ايضا عم تشوف انه انت من الوضع المادي في عندك مشاريع جديدة او في عندك فكر جديدة فكرة جديدة او حتى مجموعة افكار جديدة عم تحاول انك تشتغل عليها عم تحاول انك توسع طاقتك بالمجال المادية ايضا بتشوف انه وضعك المادي مهم بعلاقتك بعضكم بيشوف انه انك تطور من الناحية المادية مهم لعلاقتك ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه انت بتحس انه بتطلب او بده شخص كتير ناجح عم شوف انت عم تمر حاليا بدورة معينة او في عندك اكتمال من نوع معين ايضا في شخص بحياتك بدك تتواصل معه ولكن عم تمنع حالك من انك تتواصل معه لانه انت مجروح عاطفيا او يعني زعلانه متحسس من الشخص اللي عم تتعامل معه ولكن عم شوف بدك تتواصل معه او بدك العلاقة بينكم تتطور اكتر ولكن عم تمنع حالك من انه انت تقوم بالخطوة الاولى او عم تحاول انك تكون متحفظ وكيتوم اكتر بالنسبة لطاقة الشريك او طاقة الحبيب طاقة الحبيب عنده مشاكل كتير بالبرايد او بالايغو او بكرامته ممكن انت ايضا نظرتك لهالشخص تشوف انه هو شخص كتير مش متعالي او مش شايف حاله ولكن ما بيحب انه يتأسف بس يغلط او عنده كرامة كتير عالية هالشخص اللي عم تتعامل معه ايضا بتشوف انه هو شخص تنافسي او شخص لازم هو اللي كلمته اللي تمشي عم شوف ايضا هالشخص طاقته الحالية في عنده هدف مادي عم يطمح لالو لسه ما وصل لالو بالتحديد لسه عم عم ينظر لالو من بعيد ولكن عم شوف انه بده يطلع منتصر بالوضع المادي ايضا بالعلاقة بينكم ممكن تكون انت وهالشخص لانه عندكم اوراق مادية كتير عالية فممكن انت وهو اشخاص محفزين كتير من الناحية العملية او بتحبه انت وهو بتحب انه تنجحه من الناحية المادية يعني مثلا اذا انت برج الدلو رجل وشخص اللي عم تتعامل معه امرأة هالامرأة بتحب تكون مستقلة بحالها بالذات من الناحية المادية عم شوف انه دائما بتحب الانتصارات هالمرأة او ممكن يكون العكس صحيح بالنسبة عم تحط هالشخص عم يحط مجهود بالعلاقة او عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة ممكن ايضا انت تشوف انه هو شخص كتير او كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة وانت بتركز على الصورة الاكبر او على المنتوج النهائي للامور لانه عندك the world card فهالشخص عم تشوفه انه بيحب يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا عم تشوف انه طاقة نارية هالشخص اكتر فممكن يكون هو الشخص الحركي اكتر بالعلاقة ممكن تكون انت الشخص الهادع الشخص اللي بيحب يحلل الامور ما بيحب يتسرع باتخاذ الامور بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع او شوي متهور باتخاذ القرارات مع انه بيركز على التفاصيل الصغيرة الى انه يكون مندفع باتخاذ القرارات ايضا هالشخص اللي انت عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الاشي اللي بده يساويه او طبيعة نجاحه بالعمل بتطلب نوع من الالوجين او بتطلب نوع من الوهم او خلق صورة وهمية يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية او كذا شخصية بيرسونة شخصية معك وشخصية بتطلبها او وظيفته يعني مثلا ممكن يكون ممثل او ممكن يكون او شخص كوميدي شخص يقدم او يقدم الترفيه فلا بد انه يخلق شخصية معينة فعم شوف هالشخص من ناحية يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير او ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة الى شخصية عفوية الى شخصية صغيرة الى شخصية كبيرة يعني هالشخص كتير بتتنقل او بين عدة شخصيات فانت بتشوفه او من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص لانه ما بتمل منه دائما في اشي جديد بحياة هالشخص او دائما عم يقدم لك اشي جديد او دائما بتشوفه بشخصية جديدة او بصعب عليك صعب عليك انك تفهمه لانه دائما في اشي جديد تكتشفه بخخصيته او بطبيعة هالشخص طيب بالنسبة لللي طاقة المشتركة بينكم شو ممكن يكون سبب الخلافات اللي بينكم هالكيمي فهالشخص هالكارت كتير بيناسب هالكارت لانه هالكيمي ممكن تكون بتشابه ورقة الساحر او ورقة بمعنى انه في طرف بينكم ممكن يكون كتير منغمس ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون كتير منغمس بشخصية اللي بيظهرها للعالم او الشادو سايد الشخصية الاخرى بحيث انه صعبت الامور عليكم انه تتقرر تتقربوا من بعض او انه يكون فيه صراحة مطلقة بينكم بين هالشخص ايضا فيه كتير فيه كتير اوراق فيه كتير سبعات عم تطلع عم تطلع عندي سبن سبن فممكن رقم سبعة يرمز للبعض منكم باشي معين ايضا هالشخص فيه عنده اختيارات كتير يعني السبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون انه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض فيها طلوع ونزول كتير ايضا فيه بينكم حب وتعتبروا بعض مثل السول ميت ولكن فيه فيه بينكم بعد بالمسافة ممكن تكون بعد بين مسافة حرفيا يعني انت بمطرح وهو بمطرح وايضا ممكن تكون انت وهو بتشوف انه انتوا توافقين كتير مع بعض ولكن فيه دائما طرف عم يحاول يبعد الشخص الاخر من حياته او عم يحاول يخلي مسافات قدر المستطع لانه عندك ستار كارد فانتوا تنظروا على بعض مثل الامنية بدكم اياها تتحقق ولكن في الوقت الحالي لسه هي امنية لسه ما تحققت لسه بعيدة المدى ايضا فيه بينكم فيه بينكم كتير تقلب بالعلاقة لانه فيه عنده كون ايس اف وانس بعدين كينج اف سولد يعني فيه عندكم دائما بيصير بدايات جديدة بسرعة وبتنتهي بسرعة ايضا او دائما الوضع بينكم بتحسن بسرعة وبعدين برجع ينقلب الوضع بسرعة ايضا ايضا العلاقة بينكم عمشوف انت وهو اشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الامور سواء رجل او امرأة الطرفين بها العلاقة اشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق بتحليل الامور ما فيه كتير او ما فيه كتير تعاطف يعني من الناحية العاطفية ما فيه تعاطف للامور الوضع بيحل المشاكل بينكم وبيحل الامور بيكون كتير منطقي بالذات للطرف هاد ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت هالطرف بس بالذات للطرف هاد فيه عنده كتير كرامة عالية فهو دائما بيستخدم المنطق بتحليل الامور طيب نشوف خطواتك القادمة في المستقبل فانت بالمستقبل حاليا ممكن تكون مشوش او ضايع شوي بانك تكتشف شو الاشي اللي هدفك في الحياة او اللي المفروض تساويه في الحياة فعم شوفك عم تركز اكتر او رح تركز اكتر بالمستقبل على انه تكتشف شو المفروض اللي تساويه بالحياة سواء كان من ناحية عمل او سواء كان من ناحية عاطفة او سواء كان من ناحية شخص عم شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك بالحياة ممكن ايضا تكون شخص رح تركز بالمستقبل على روحانياتك وايضا عند رح تركز على مدياتك او بدك بالمستقبل مع هالشخص تكون العلاقة بينكم تقليدية اكتر يعني بالمستقبل عم شوف للبعض منكم بدو ارتباط مع هالشخص او بدو الزواج مع هالشخص لانه عندك تهيرفنت تهيرفنت او البابا شخص روحاني الطاقة رح تكون بالمستقبل شوي بطيئة طاقتك بالتحرك او طاقتك بانك تكتشف شو اللي بتريده ممكن انت عم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبينها الشخص وتشوف انه هو هل تحاول عم تكتشف انه هو فعلا الشخص اللي بدك تكمل حياتك معه ولكن عم شوف انه بالمستقبل عم تفكر انه تكون جدي اكتر تكون براكتكال اكتر او تكون منطقي اكتر في عندك ايضا في عندك فرص مادية رح تيجيك عم شوف بالمستقبل او رح تقابل شخص ايضا ممكن انت محطوط او رح تنحط بطريق بالمستقبل لانه في عندك اختيار بين شيئين في عندك شيئين لازم تختار منهم فممكن بالمستقبل انت بدك تحاول بعض منكم يفكر كيف يوفق بين المادة وبين الحياة العاطفية او بين الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن انت عم تحس انه في اشي عم يأخذ من اشي فالبعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل من نشوف خطوات الحبيب القادمة حبيبك او شريكك عنده فينيكس رايزنج يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جذرية بحياته حاليا وفي عنده شفت او في عنده صفحة جديدة رح يبده فيها او مطرح جديد رح يبده فيه ايضا بدي احكي على الابراج اللي عم تتعامل معها قبل ما انسى ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج هوائية ابراج مائية مش كتير نارية بس يكون ممكن هاي شخص شوي متهور ايضا ممكن عم تتعامل مع برج السرطان لانه هالكرت بتبع برج السرطان الغالبية كرت السرطان طلع مرتين طلع بيهدك وبيهدك فالاغلبية ممكن برج السرطان او شخص في عنده مي كتير بالخارطة الفلكية تبعته وهوائي ايضا في عنده طاقة كتير هوائية ولكن بالمستقبل عم شوف انه في عنده هدف هالشخص عم يسعى لاجله وفي عنده تقدم رح يصير كتير منحوض وكتير سريع عم شوفه من الناحية المادية شخص يعني متمكن او في عنده كتير عالي للوضع المادي عم يطمح الى انجازات كتير عالية بالوضع المادي مثلك انت وام شوف ايضا انه هو بيشوف انه العلاقة من اجل انه تكون مريحة لازم يكون المدخول المادي مش عالي ولكن لازم يكون مريح ايضا يعني هالشخص بيفهم انه المادة طبعا مش كل اشي ولكن بيفهم انه هي اشي كتير مهم من اجل تكوين اسره او تربية طفل او اشي مثل هيك عم شوف انه هو في شخص كتير مصمم اذا انتو منفصلين مش عم تحكوا مع بعض شخص في عنده كتير ارادة وتصميم انه دائما كل ما الامور بتخرب بيصلحها مرة تانية او مستعد انه يحط المجهود مشان يصلحها مرة تانية او يصالحك مرة تانية او تتوفقه بالعلاقة مرة تانية يعني عم شوفه شخص كتير صبور مع انه متهور ومتقلب المزاج الى انه ممكن يتحمل كتير شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير ممكن تتغير طاقته ساي مش عم بعرف احكي اليوم ممكن تتغير طاقته كتير ولكن شخص بيتحمله كتير كتير فلكسبول اوبن مايندد عقلية ومنفتحها بيحب يسمع اراء اخرى طيب نشوف طاقتكم بالمستقبل شو رح يصير سايكلز هالكارت يجا بنفس المطرح لبرج الجدي فاذا بتحب تتابع القراءة هديك ممكن تفيدك باشي معين لانه بنفس المطرح يجا فبالنسبة لطاقتكم بالمستقبل عم شوف انه في عندكم شفتس وتغيرات رح تصير بينك وبين هالشخص في بينكم لسه رح يكون في تحفظ بالمستقبل لانه الوضع المادي رح يكون منيح بينكم لانه انتو هو اشخاص كتير مصممين في عندكم عزيمة وارادة اشخاص ايضا بدكم تكونوا اسره مع بعض انتو هو عم شوفكم عم تطمحوا الى تكوين اسره مع بعض برغم التشوش اللي ممكن تحسوا فيه وعدم اتخاذ القرار ببعض الامور او في عندكم شوي اللي خبطة باتخاذ القرار الى انه الهدف النهائي بالنسبة للكم الاثنين هو تكوين اسره هو عم تشتغلوا الاثنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الامكان ايضا عم شوف شوي بالمستقبل فيه دفاعية بينكم شوي فيه تحفظ بينكم ولسه فيه شوي فرض سلطة بينكم يعني لسه رحي حبيبك او شخص اللي عم تتعامل معه كتير عنيد من اللي مبين بالقراءة مبين انو هالشخص كتير عنيد او فيه بينكم وبين بعض كتير عند وعم تحاولة انو يعني كل واحد يفض سلطة بالوضع او ممكن انت تحس انه هو عم يحاول دائما انه يفرض سلطه اذا انت رجل ممكن الامرأة اللي عم تتعامل معها تكون امرأة شخصيتها كتير قوية واذا انت امرأة ممكن رجل اللي عم تتعاملي معه يكون شخصيته كتير كتير قوية او بيحب يكون هو اللي دائما مسيطر على الامور ولكن عم شوف انه الطريق بينكم شوي صعب شوي في تحرك في ما في خط ثابت لحد الان يعني لسه في طلعات وفي نزلات ولكن الهدف النهائي يعني برغم المشاكل اللي عم تتصير بينكم الهدف النهائي للطرفين بها القراءة بها العلاقة هو انه يكونوا اسرة مع بعض وعم يشتغلوا كتير مشان يكونوا اسرة مع بعض عم شوفكم عم تعتبروا بعض سول ميت ورفقاء درب ايضا ممكن تكونوا اللي اتنين عم توفروا من الناحية المادية من عجل هالعلاقة للبعض منكم اللي عم وردي تصارح بانه بدوا يكون اسرة مع هالشخص عم شوف انه انتو اللي اتنين عم تخبوا اشي مادي ممكن عم توفروا اشي مادي من اجل خطوبة او زواج او من اجل صرفيات من اجل انه تنفقوها على اشي معين اوكي حبايبي برج الدلو بتمنى القراءة تكون فاتتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا